احتشد مئات المحتجين على الحرب الإسرائيلية في غزة أمام جامعة سيدني مطالبين إياها بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بإسرائيل أعلن محتجون اعتصامات مماثلة في جامعات ميلبورن وكانبيرا ومدن أستراليا الأخرى ودعا الطلاب المحتجون الحكومة الأسترالية إلى الضغط من أجل السلام ووقف إطلاق النار في غزة ترجمة نانسي قنقر